اشتركوا في القناة وكونوا كعمر وسعد وخالد وأنتن صغيرات لكن التحية أرافكن عائشة والحرة سمية هلموا جميعا يا أيها الصغار هلموا فأنتم للحق إيمانات هلموا جميعا يا أيها الصغار هلموا فأنتم للحق إيمانات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم أحبائي إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج الحكاية الجميل المميز حكاية الرائعين حكاية الشموس حكاية المتألقين حكاية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى برنامج شموس لا تغيب هم كذلك صحابة رسول الله شموس لا تغيب واليوم يا أحبائي سنحكي قصة الصحابي الجليل الصحابي السخي الصحابي الغني الصحابي الرائع عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف هذا الصحابي يا أحبائي كان من السباقين للإسلام من أوائل من أسلموا وآمنوا بالله ورسوله وكذلك منذ أن أسلم في مكة تعرض كما تعرض كثير من الصحابة للعذاب والأذى من كفار قريش حتى يترك دينه ولكنه رفض وذهب مع من هاجروا إلى الحبشة في الهجرة الأولى وهاجر مرة أخرى عندما كان يفر المسلمون بدينهم خشة أن يفتنوا وأن يتراجعوا عن دينهم جراء تعذيب وإخافة كفار قريش لهم فكانوا يهاجروا إلى الحبشة مرة ومرتين ومن ثم في المرة الثالثة هاجروا إلى المدينة المنورة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عبد الرحمن بن عوف من هؤلاء المسلمين الأوائل الذين سبقوا في الإسلام وهاجروا إلى المدينة بعد أن هاجروا إلى مدينة رسول الله هناك ماذا فعل الرسول؟ آخ بين المهاجرين والأنصار الأنصار هم أهل المدينة والمهاجرون هم الذين جاءوا من مكة تمام؟ آخ بينهم كيف آخ بينهم؟ جعل كل واحد يقتسم ما عنده مع أخيه المهاجر الأنصار يعطي المهاجر نص ما عنده من أشياء كثيرة وكان دور أو جاء دور عبد الرحمن بن عوف آخ الرسول بينه وبين صحابي جليل يدعى سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف فهذا الصحابي سعد بن الربيع كان غنيا فقال له خد مصف مالي وعيالي وما شئت فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق دلوني على السوق أي أنه لا يحتاج أن يأخذ من أحد يريد أن يتاجر أن يبيع ويشتري فدلوني على السوق هذا الإنسان المسلم الذي يريد أن يعتمد على نفسه وأن يكون تاجرا صادقا صدوقا يبيع ويشتري ولكن بشرط أن يكون صادقا صدوقا لا يغش الناس ولا يكذب الناس صادق في بيعه وشرائه سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا اقتضى هذا المسلم المهم دلوني على السوق فدلوه على السوق يعني أين طريق السوق؟ ذلك هو طريق السوق فذهب فأصبح يشتري ويبيع ويبيع ويشتري فأصبح عنده مال كثير كثير أغناه الله عز وجل أصبح عنده مال وأصبح يقدم في سبيل الله دائما يقدم إذا كان تاجرا كبيرا وكان يقول والله ما تراني أرفع حجرا أو صخرة إلا أجد تحتها ذهبا أو فضة يعني ما كان يمشي في السوق أو في الشارع أو في أي مكان من كثرة ما كان يرزق من الله عز وجل ولكن كيف كان يأتي الرزق كان أولا يجتهد يبيع ويشتري يأخذ بالأسباب ليس أن يبقى نائما في بيته ويأتيه الرزق لا يعمل ويعمل بالحلال وليس بالحرام أن يتق الله في البيع والشراء وثانيا كيف يبارك الله بالمال ويزيد المال بالصدقة والزكاة عانوا ساعد الفقراء والمساكين والمحتاجين ونقدم في سبيل الله أموالنا فالله يبارك الأموال الحسنة بعشر أمثالها أحسنت يا عيشام والله يضاعف لمن يشاء الحسنة بعشر أمثالها فالله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسن فيضاعفه الله يعني كلما تبرعت وتصدقت وزاعدت الناس كلما زادك الله من ماله من رزقي نعم نعم أذكركم إذا أصبح عندكم مال دائما تصدقوا وتبرعوا وساعدوا الناس فالله عز وجل سيزيد هذا المال ويبارك فيه هذا ما كان يفعله عبد الرحمن بن عوف وكان عبد الرحمن ينفق على أهل المدينة النبوية وكان ينفق على الناس وعلى أهله وعشيرته إنفاقا كبيرا ويساعدهم حتى يقال أنه كان أهل المدينة كلهم شركاء لعبد الرحمن بن عوف لا يقصد شركاء في المال لا وإنما كان من كثرة ما يعطيهم كان يقول فثلث أهل المدينة ثلث يقرضهم وثلث يسد عنهم الديون وثلث يعطيهم ويتصدق عليهم هذا إلى هذا الحد نعم كان كريما وجوادا وسخيا يعطي في سبيل الله المال ليس في قلبه وإنما في جيبه المال يتحكم به هو وليس العكس لا يحب المال ويخاف عليه مثل بعض الناس ويبحث عن مال أكثر وأكثر ويخزنه ويخبئه هنا وهناك لا 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 كان ينفق هذا المال هو رصيده الذي سينفعه يوم القيامة يدخل بعمله الجنة هكذا كان عبد الرحمن بن عوف ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن أو قال له يا ابن عوف تدخل الجنة حبوى ماذا يعني حبوى يعني يحبي حبو يزحف يزحف تعرفون يوم القيامة الناس تدخل على الجنة منهم من يحبي حبو يزحف ومنهم من يجري جريا ومنهم من يمشي ها حسب كل حسب ما كان يعمل حسب عمله صالح في الدنيا فكان تدخل الجنة حبوى تحبو تزحف ها مثل الأطفال فأقرض الله يطلق لك قدميك ماذا يعني هذا الكلام يعني إني رأيتك تدخل الجنة يوم القيامة يا شيما تزحف إذا أردت أن تدخل الجنة جريا أو مشا على أقدامك فأطلق يديك أي تصدق وأنفق وقدم من مالك هذا وساعد الفقراء والمساكين وكل المحتاجين والمجاهدين في سبيل الله وكل من يحتاج إلى المال أعطيه من مالك فالله عز وجل سيجعلك يوم القيامة تركض وتجري على قدميك تدخل الجنة إذا بشره كذلك بالجنة فعبد الرحمن بن عوف هو أحد العشرة المبشرين بالجنة بشره الله بالجنة نعم هذا عبد الرحمن بن عوف يا أحبة كان أحد الستة الذين أوصى بهم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان خليفة كان يوصي بعد مماته بعدد من الصحابة ليختاروا من بينهم واحدا يكون خليفة من المسلمين فكان هذا أحدهم ولكنه عندما توفى توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءوا واتفق الخمسة على أن يكون عبد الرحمن بن عوف هو خليفة المسلمين رفض وأبى نعم هو غني وربما يكون أغنى الأغنياء ولكنه لا يريد أن يكون في السلطة أو يكون خليفة هذا المال من الله ولله الله رزقه إياه بجهده وببركة صدقته فهو لله إذا رفض أن يكون خليفة للمسلمين قال هناك من هو أولى مني بهذه المكانة وبهذا المكان وهو خلافة نعم ونختم يا أحبائي قصة هذا الرائع هذا الصحابي السخي عبد الرحمن بن عوف يروى أنه رؤية في يوم من الأيام أن قافلة كبيرة تتكون من سبعمائة راحلة راحلة ماذا؟ رمما تكون جمل أو ناقة شيء يحمل عليها الأشياء تسمى راحلة ها؟ توضع عليها البضائع والأشياء قيل أنها جاءت من بعيد إلى المدينة النبوية إلى مدينة رسول الله سبعمائة راحلة وكأنه سبعمائة شاحنة كبيرة جاءت محملة بالبضائع وأحدثت ضجيجا في المدينة النبوية ما هذا؟ فسألت عائشة طبعا هذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا الضجيج؟ ما هذه الربكة؟ ما هذا الذي يحصل؟ فقيل لها هذه قافلة قافلة يعني واحدة هذه قتجارة لعبد الرحمن بن عوف فرأت عبد الرحمن بن عوف وقالت له تذكرت هي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له يا عبد الرحمن يا ابن عوف تذكرت أن رسول الله قال تدخل الجنة حبوى فذكرته حتى لا ينسى ذكرته بهذا الحديث فماذا قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ قال هي في سبيل الله في سبيل الله كلها توزع هذه القوافل هذه الرواحل كلها في سبيل الله الله أكبر نعم يريد أن ندخل الجنة بهذا العمل فقال هي في سبيل الله كلها وزع هذه السبع مئة راحلة وكان يوزع أكثر من ذلك ويبيع ويشتري ويعطيه من فضل الله عز وجل كلها في سبيل الله نعم كلها في سبيل الله هذا هو نموذج التاجر الصادق الصدوق الذي يغنيه الله بالمال فينفق هذا المال في سبيل الله كلما أنفق الله يعطيه أكثر كلما أنفق الله يعطيه أكثر الله 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 أغني أغنى الأغنياء يعطي الجميع هكذا يجب أن يكون الإنسان المسلم هكذا يجعل أن يكون التهجر المسلم نعم يا أحبائي وأرادت عائشة وهذه نختم بها قصة هذا الصحابي الجليل أرادت في نهاية عمره عندما علمت أنه سيلقى الله ربما اخترب من نهاية حياته هي لا تعلم الغيب ولكن سشعرت أنه في الرمق الأخير عرضت عليه أن يدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر فقال لا هكذا علمه الإسلام قال سأذهب مع أصحابه وقد كان قد اتفق مع الصحابي الجليل عثمان بن مضعون أن يدفن بجانبه أي واحد يموت قبل الثاني أن يدفن بجانبه فرفض هذا المكان هذا المقام لا يكون فيه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر صاحبي أنا لا ودفن في البقيع مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه هذا هو عبد الرحمن بن عوف اللهم اجمعنا به وبالحبيب صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام وبأمهاتنا وآبائنا صالحين إن شاء الله هذه هي قصة عبد الرحمن التي ستتحفون بأشودة خاصة به بالتأكيد يا جنة نعم؟ إذن تفضلي يا جنة أنت وأنتم يا أحبائي وأتحفون كما أتحفتكم أنا بقصة عبد الرحمن بن عوف أتحفون بأصباتكم الجميلة بأشودة لأبي محمد عبد الرحمن بن عوف هل أمه فأنتم لحقه مدار من أغنى الصحابة مالا هو عبد الرحمن قد كان طيبا وحلالا من عند المنان من أغنى الصحابة مالا هو عبد الرحمن قد كان طيبا وحلالا من عند المنان عقدر يا أحمد ابن عوف كرمت ما له حد دوم سيداً للمال كان به في الخير يعتد دوم صاحب رأيان وماشورة واسطنا من المباشرين العشرة بالجنة صاحب رأيان وماشورة واسطنا من المباشرين العشرة بالجنة أمين في أهل السماء أمين في أهل الأرض أمين في أهل السماء أمين في أهل الأرض دلوني على السوقي طعبا للخير طريقي مللوني على السوقي وهو للخير طريقي في يوم لم يرفع حجرا في درب إلا وجد فضة أو ذهب في يوم لم يرفع حجرا في درب إلا وجد فضة أو ذهب يا ابن عوف يا ابن عوف ستدخل الجنة حبوى فأقرد الله يطلق لك قد عضيك يا ابن عوف يا ابن عوف ستدخل الجنة حبوى فأقرد الله يطلق لك قدمي يطلق لك قدمي هلموا جميعا يا أيها الصغار هلموا فأنتم لن حقي منار هلموا جميعا يا أيها الصغار هلموا فأنتم لن حقي منار هلموا جميعا وشدوا السواي وكونوا كعمر وسعد وخالد هلموا جميعا وشدوا السواي وكونوا كعمر وسعد وخالد وانتن صغيرات لكن التحية ارافكن عائشة والحرى سمية والحرى سمية والحرى سمية هلموا جميعا يا أيها الصغار هلموا فأنتم لن حقي منار هلموا جميعا يا أيها الصغار هلموا فأنتم لن حقي منار شكرا